إنجازات متواصلة ونجاحات مبهرة تحققها الجمارك السعودية حيث أنهت إجراءات لأكثر من 746 ألف بيان جمركي صادر وأكثر من ثلاثة ملايين بيان وارد خلال عام 2020 حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 212 مليار و92 مليون ريال فيما بلغت قيمة الواردات أكثر من 517 مليار و213 مليون ريال وبلغت واردات اللحوم في المملكة في نفس العام أكثر من 7 مليارات ريال وأكثر من 800 مليون كيلو عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وخلال عام 2020 أنهت إجراءات جمركية لأكثر من 42 مليار ريال صادر ووارد من المركبات وحصلت على شهادة التمييز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة كما حققت الجائزة الذهبية في فئة حلول تكنولوجيا الأعمال إحدى جوائز الأعمال الدولية وذلك عن مشروعات النظام الإلكتروني للقضايا الجمركية الذي يهدف لتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا الجمركية وكسر الحوادث الجغرافية بين ديوان الهيئة ومنافذها الجمركية كما تؤدي الجمارك دورا استراتيجيا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتسريع النمو الاقتصادي من خلال استحداث إجراءات تجارية وجمركية فعالة لإيجاد بيئة جاذبة للشركات التجارية والجهات الفاعلة في قطاعي الصناعة والاستثمار